ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من أربيل الكاتب والمحلل السياسي كفاح محمود أهلا بك سيد كفاح إذن دعنا نبدأ من آخر مستجد وكما شاهدنا الآن المؤتمر الصحفي المشترك والرئيس التركي يقوم بزيارة رسمية تستغرق يوما إلى طهران يعني كيف تقرأ هذه الزيارة خصوصا وأن كل من أنقرة وطهران هما عارضا الاستفتاء في كردستان وما زال يعارضانه إلى حد الساعة يعني بداية مساء الخير سيدة الكريمة من المتوقع تماما حتى قبل إجراء الاستفتاء كان هناك مشهد واضح لدى القيادة السياسية هنا في إقليم كردستان لتوقع كل ما حدث ويحدث الآن في المنطقة سواء على مستوى البلاد هنا في العراق أو على مستوى الإقليم وأقصد تحديدا كل من تركيا وإيران التي تعانيان أيضا من مشاكل داخلية مع ذات المسألة وهي القضية الكردية سواء في تركيا أو في إيران بالتأكيد سيكون للاستفتاء الذي حصل في 25 من الشهر الماضي انعكاسات على الكرد في تركيا والكرد في إيران والكرد في سوريا لكن الخطاب الكردستاني هنا يؤكد بأنه ليس لنا علاقة بالأجزاء الأربعة لكل جزء ظروفه الخاصة وتفكيره وارتباطاته مع دولته بل على العكس كان قليم كردستان خلال الربع قرن الأخير كيانا إيجابيا عمل مع الإدارة التركية على تقريب وجهات النظر بينها وبين حزب العمال الكردستاني والتي أثمرت على توقيع اتفاقية سلام بينهما استمرت لمدة تقريبا سنتين الإيرانيين أيضا يدركون جيدا أن قليم كردستان العراق كان قليما أمن لهم الحدود تعاون معهم وبحيث أصبح لإيران وتركيا استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات هنا أنا أعتقد تماما أن الذهاب إلى الاستقلال بالتأكيد تأسيس دولة بالتأكيد سيثير ربما كثير من الردود الأفعال إقليميا وحتى عالميا وقد رأيناها يعني كل الذين استمعنا لهم لم يكونوا ضد فكرة الاستفتاء كمبدأ أو كحق طبيعي للإنسان والشعوب سيد كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الأقليم أنت معنا مباشرة من أربيل إذن استمعنا إلى المؤتمر حيث أكد روحاني أن الشعب الكردي شعب جار وأنه لا يريد أي ضغط عليهم لكن هناك أشخاص اتخذوا قرارات خاطئة ويجب التراجع عنها وكإيران يجب يؤكد أن هناك تعاون مع تركيا لوضع استراتيجية للتعامل مع تداعيات الاستفتاء أنتم كيف تتعاطون مع استمرار واتساع دائرة الرفض لمشروع الدولة الكردية إقليميا وأيضا دوليا يعني لا أعرف هو استخدم تعبير بعض الأشخاص وبعض الأشخاص عندنا هنا كما أعلنته نتائج الاستفتاء من قبل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء 92% من الناخبين الذين صوتوا لصالح استقلال كردستان كيف سنقنع هذه الملايين بأن تعيد النظر في رأيها الموضوع لم يعد يتعلق برئيس الاقليم أو بزعماء الأحزاب السياسية أو بالبرلمان أو بأي مؤسسة هنا في الاقليم الموضوع يحتاج إلى استفتاء آخر وهذه المرة يجب أن تشرف عليه الأمم المتحدة ودول الجوار بما فيهم تركيا وإيران والحكومة الاتحادية باعتقاده هذا الحل لأنه لا يمكن أن نلغي ليس هناك أي مؤسسة في أقليم كردستان ولا في العراق ولا في العالم من صلاحيتها إلغاء ما ذهب إليه الملايين من شعب كردستان وباستفتاء شفاف راقبته وحضرته وأشرفت عليه المئات من المراقبين والبرلمانيين من كل دول العالم أنا أعتقد هذه الزيارات يبدو لي أنها روتينية جدا لأنهم تحدثوا عن العلاقات بينهم واللجان الاقتصادية والتجارية وتحدث الرئيس التركي أيضا بأنه ذهب هناك لكي يترحم على آل البيت ولكي يحتفل بذكرى محرم كما قال هو بكل أدب وحزن يعني كانت حقيقة شيء الذي شاهدته مجاملات وهم تحدثوا عن علاقاتهم الثنائية أما ربما هناك شيء آخر سيحدث بينهم فهذا يتعلق بعلاقاتهم مع بعض ما يهمنا هنا في كردستان والعراق وهذا هو خطابنا هنا في الإقليم وأعتقد بدأت بغداد تدرك أنه لا مناص من أن نذهب إلى الحوار وإلى التفاوض ليس هناك مشكلة في العالم تحل بفرض طرف أجندته على الطرف الآخر لأنه سيفشل بالتأكيد أو سيذهب إلى خيارات مرفوضة أساساً كيف حل برأيك في خضم هذا التصعيد المتبادل من الطرفين؟ هل ما زال هناك أمل للحوار؟ بداية ليس هناك تصعيد في كردستان كردستان لحد الآن ربما لم ترد على كثير مما يحصل في بغداد في بغداد هناك ضجيج إعلامي وضجيج في التصريحات وهناك هيجان ربما شاهدناه ما يحصل في البرلمان كردستان يؤكد بأنه هناك أغلبية طائفية كما أرادها نوري المالكي وهي الأغلبية السياسية التي يتغنى بها من خلال كتلة دولة القانون ومن لم لمهم حوله من هنا في كردستان يطلق عليهم الشتى سواء من المكون السني أو من بعض المحسوبين على الكرد أنا أعتقد مثل هذا النهج لن يوصلهم إلى حل المشكلة هناك مشكلة حقيقية يجب أن نصل إلى حلها هذه المشكلة هي صياغة علاقة جديدة بين بغداد وأربيل نحن ذهبنا إلى شعبنا في كردستان وأخذنا رأيه على بغداد وطرقنا أبواب بغداد على بغداد أن تذعن أولاً للغة السلام لغة التفاوض بعيداً عن هذه القرارات ذات الطابع العدائي لكن بغداد ترفض أي لغة وأي تعامل مع أقليم كردستان إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء وإلغاء فكرة الاستقلال من قبل الأقليم هذا ما عايشناه مع كل الأنظمة التي حكمت بغداد ابتداء من عبد الكريم قاسم وعبد السلام وعبد الرحمن والبكر وصدام عسين كلهم كانوا يستخدمون نفس الثقافة نفس الخطاب ولذلك انتهوا جميعاً وبقى شعب كردستان وبقت قيادته أنا أعتقد أقصر طريق لحل الإشكاليات أن نذهب إلى الدستور نعم نحن لسنا مختلفين على الدستور لكن نحتاج إلى من يحكم بيننا هم يفسرون الدستور ويفصلوه على أطوالهم وقياساتهم نحن لدينا قراءة أخرى للدستور إذن هناك خلاف في تفسير وتأويل الدستور علينا أن نذهب إلى حكماء حكماء على أن يكونوا محايدين وحكماء دوليين يفتون بيننا في كيفية فهم الدستور ومعانيه ومواده نحن نقول إنهم خلقوا الدستور في خمسة وخمسين مادة بما يعطينا في ديباجته بأن التزام بهذا الدستور والحفاظ على اتحاده الحر هو الالتزام بتعريف الدولة الاتحادية العراقية بأن لا تكون طائفية وأصبحت طائفية أن لا تكون عنصرية وما صدر في مجلس النواب هو عنصري أن لا تكون مناطقية وواضح جدا بأنها مناطقية أن لا تهمش أو تقصي مكون وقد أهمشوا وأقصوا المكون السني إلى درجة تدمير بنيته التحتية وتحويل سكانه إلى نازحين مع ضيفنا المستشار الإعلامي لرئيس القليم كفاح محمود كان معنا من أربيل